أهلاً بحضراتكم زي ما قلت لكم قبل ما نتفرج على التقرير في كلام كتير جداً حيطلع من نجمينا النهاردة نجم المجري كابتن سيد معوض زكت كابتن ساي زكت ربنا أخبرك ايه كل تمام زال بص أنا ما بتقابلش كتير إنما بيبقى فيه كده راحة كده مجرد ما بشوفك وبنتقابل أكيد نعرفك من سنين وبناخلي فهنتكلم النهاردة عن بدايتك أنت بدأت في الفيون كان سيدنا كم سنة أما لعبت كورة هل لعبت في الحارة ولا في الشارع ولا مركز شباب ولا فوق الأسطح ولا الكلام بكله بدأت إزاي هو أنا أولاً أنا من محافظة الفيون نفسها بس أنا من منطقة شعبية فكلنا كنا طبعاً بنعب في الحارة والشارع وكل حاجة كان ليك فرقة؟ كان ليك فرقة وأنا من الناس اللي كمان كان بتشارك في دورات رمضانية بشكل دائم إنه أنا عندي 12 سنة 13 سنة يعني الموضوع واخده من بدر جداً فبدأت مركز الشباب الفيون وأنا عندي 13 سنة رحت كنت بلعب السن الأكبر على طول قبل ما لك الشاب بتدعبته في الشارع لأن الشوارع كلها خابتين يعني دي برضو من النقطة المهمة اللي بتفرق مع العيب الكورة طبعاً الشوارع الديقة دي والكورة اللي لها المهارة الكورة اللي لها الصغيرة دي يعني بتفرق بشكل كبير جداً لأن انت بتتعامل مساحات كلها صغيرة انت بتعمل يعني بتعامل مع الرصيف نفسه طبعاً يعني انت بتعمل مع الرصيف نفسه وانت بتتعامل يعني لازم بتبقى حفظت المكان يعني احنا فيه مناطق معينة في الفيوم أنا قلت بقى حفظ المنطقة دي يعني الشارع ده لو رحنا لعبنا فيه لازم بقبط الكورة مثلاً في الرصيف ده عشان تجيلي من الناحية التانية بالمقاز بالمقاز طب انت كنت يعني كان لك فرقة هل انت كنت في الفيوم مشهور بقى بالفرقة بتاعتك دي بتلفوا في الشوارع وفي الميادين والكلام ده اما بقى عندي 15 سنة فعلاً يعني انا بقيت يعني من الناس اللي الناس بتجيليها البيت تتفق قبل رمضان ان احنا هنلعب دورة في المكان الفناني فاحنا عايزين الفرقة وعايزينك وفلان بيجي يتعقدوا معاك اه يعني كانت حاجات طبعاً يعني كلها حاجات حلوة لان الانتشار الكبير بتاع الدورات الرمضانية خلت من زمن طبعاً الناس كان بعد الفطار دي الدورة الرمضانية كانت اساسية يعني انت كنت بتلعب في المالعب أكبرتين حوالي مساحتي صغيرة جداً منثلاً منassociة حوالي ألف واحد وقفين حوالين المالعب ويتفرقوا فكمية ضغطة اصلاً من او انت صغير انت بتتعامل يعني مثلاً انت الفرقة بتاعتنا من الشارع بتاعنا تلعب مناطق تانية تلاقي المنطقة تانية كلها موجودة المنطقة تا كلها كل الناس كبيرة والصغيرة لبتتفرق عشان يتفرجوا علينا طيب انت كنت شاطر في الدراسة لحد سنوية عامة لحد تانية سنوية وبعد كده وبعد كده وقعت بقى في تالت سنوية يعني جبت مجموعة 63% هل متقلب ولا علمي لا أدبي أدبي طب ما تنفس طيب هل وانت ما كنت تلعب في الشارع أو في الحارة أو في مركز الشباب هل الأهلي يعني الأسرة كانت بتساعدك على كده الوالد والوالدة ولا يقول لك لا خلص دراستك الأول وبقى بني لو فلحت لو لعبت كورة دي الكلمة اللي كانت مشهورة وإحنا صغارين دايما أنا كانت يعني يبقى مانة يعني أنا والدي والدتي في الأول اهتمامهم بالدراسة بالنسبة لأنا كمان لأن أنا كنت شاطر من وانا صغير فهم كانوا حاسين أنه انت ممكن تبقى اتجاهك فهي النقطة الكورة طبعا أكيد بتأثر يعني ما بتخليش اهتمامك بالدراسة بالنسبة 100% فالكلمة المشهورة اللي حضرتك قلتها انت الموضوع عايبقى صعب بالنسبة لك أبقى شوف لو فلحت كل ما انت رتابل كده مزهور بس أنا يعني الأول ما كانش الموضوع وأخده أنا كنت مركز في الدراسة بشكل قوي لحد ما الكورة هي اللي خدتني غصبا عني بمزاجي وفي الشارع وفي الحارة وكلامنا كله انت حلمت في يوم من أيام انت أولا كان انت معك ايه أهلي ولا زمانك ولا ايه الأول الفيوم عكاة أو محافظات الصعيد معظمها 99% منها أهلوية هيقولك عشان تحيص بقى لا لا هيقولك عشان متحيص بقى أنا كنت بجيب تشيرتات حمراء يعني كان كابتن طهر ربوزيد كان بلبس 12 وقتها فإحنا مثلا الفرقة بتاعتنا كل واحد بيشتري تشيرت ويكتب عليه رقم أو يطبع عليه أنا رقم الكابتن طهر كنت بحطه بالقلم الجاف وقع ودرسم فيه يعني وطبع تشيرتات من حبك لطهر ربوزيد آه يعني الكابتن طهر يعني يعني الواحد من هو صغير متربي ان هو شايف لعيب كرة جامد جدا مستمتع به جدا طيب وانت بتلعب في وقت من الأوقات كان مين مسك الأعلى وانت بتفرج طبعا كنت تفرج على الماتشات في اللي هي الدوري العام لمصر وكان وقتها كان فيه كرة في مصر معنى صح يعني مين اللعب اللي انت يا أخوة انت قاعدت تفرج عليك آه لا نفسي أطلع زي الرجل دا هو أنا ما كنتش باكلفت أول ما بدأت وانا صغير ما كنتش باكلفت ما كنتش باكلفت أول أنا كنت لعب إيه لا أنا لعيب نص ملعب أصلا نص ملعب نص ملعب الطرف عشمال آه فأنا ما كنتش باكلفت خالي فأنا يعني كان الكابتن طهر بزيد بالنسبالي حاجة هو الايكونة اللي هو ما بتفرج عليه حاجة كبيرة جدا يعني وأنا طبعا عشان أشغل فبحث أن أنا أمنية حياتي أبقى مثلا 10% من الكابتن طهر حلم كبير إن الواحد يبقى لعيب كورة مثلا في الأهل أو في المنتخب وشاف الكابتن طهر مثلا أعلى كبير